أنا بتكلم على أداء كل اللاعبين كل اللاعبين محمد صلاحاً هتكلم عنه في سيجمنت الوحيد أو في وقت الوحيد لأنه يستحق الحقيقة محمد صلاح بهذا اللاعب الكبير فخر العرب اللي كلنا بنستنى أداءه عشان نشوفه في كل مباريات منتخبنا الوطني انتظرنا ثلاث مباريات كنا قصيين شوية في انتقادنا لبعض اللاعبين ولكن هو ده دور الإعلام كيف تصل بأداء أو كيف يصل أداء منتخبنا لهذه الدرجة الرائعة أنا قلت لحضراتكم خلال الأيام السابقة إن احنا دورنا كإعلام إن احنا إذا كان هناك انتقاد نقوله إذا كان في أي حاجة هنقولها عشان إيه مش عشان أنا ما يهمنيش حاجة خالص أنا كل اللي عايزه إن أنا أشوف منتخب بلدي بيصل للمباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة بس كده أنا مش عايز حاجة تانية أنا نفسي أشوف منتخب بلدي في تصفيات كأس العالم في المباراة الأخيرة إمام السنغال بيكسب السنغال رايح جاي ويصل إلى كأس العالم هو ده اللي أنا عايزه أنا مش عايز حاجة تانية أنا حيفرق معايا إيه إنه كيروش يمشي ولا يعد أنا حيفرق معايا إيه لما أقول إن محمد صراح هو أفضل واحد في الأفضل لعب في العالم هو أنا حيفرق معايا إيه لما كنت بدافع الخمس ست يامل اللي فاتوا عن تريزيجيه وكان البعض بيقول لي أصل حشان أنت بتحبه ومش أنت بتحبه لأ أنا عارف إن تريزيجيه لعيب جامد جدا ولما هياخد هيدي للمنتخب بأقصى طاقة وعارف إن تريزيجيه بيدي من أول يوم للمنتخب بأقصى طاقة ولكن هي بس اللياقة ما كانتش بسعداه فلما اللياقة بدأت تساعده بتدينا نشوف تريزيجيه به الشكل اللي إحنا شفناه بيه في مباراة كودفار أضاع الفوز أضاع 3-4 أهداف ولكن اللاعب الوحيد اللي من ساعة ما نزل راح للجون خمس ست مرات النهاردة شفنا كده برضو شفنا تريزيجيه رمى راح للجون ويركز واليقطو بدأت تيجي واحدة واحدة هتقول لي هاليقطو يعني جات أيوة هي دي كرة القدم يا جماعة معلش في ناس أكيد مش فهم هذا الكلام لكن واحدة واحدة كلنا هنفهم مع بعض كلنا كلنا عايزين إيه من اللي بيحصل ده كله عايزين نتبسط عايزين نفرح عايزين نشوف جمهورنا اللي موجود في الكاميرون فرحان ومبسوط عايزين نشوف الأداء الرائع الحقيقة اللي عمله اللي عملها السفارة المصرية وعلى رأسها سياد سفير متحة المينيجي اللي حنحاول حاولها جماعة جبهورنا أنا عارف أن التليفونات صعبة شوية ولكن معنا 3-4 تليفونات لسياد سفير حاولوا تكلموا لأنه الحقيقة هذا السفير يستحق كل التحية وكل التقدير مجموعة العمل اللي موجودة هناك طب تمام حاولوا تكلموا لغاية لما يجبونا لأنه الحقيقة أنا عايز أشكره الحقيقة على الهواء مباشرة وقوله أنه هو يستحق الحقيقة تحية الشعب المصري على المجودة الكبير جداً اللي بيعمله طب أنت عرفت من هنا إسلام أنا عرفت لأنه الناس اللي بتسافر لينا ناس كتيرة بتسافر بتروح الكاميرون وبيرجعوا يحكولنا السفير بيعمل ايه بيرجعوا يحكولنا أن اليوم اللي بيسافرون الناس بتسافر الصبح وبترجع بليل بالمناسبة أو بترجع بعد المباراة هو ده جمهور مصر وفي حد بيعمل كده في العالم ترجمة نانسي قنقر